الله يسامحها صاحبتي شارت علي الشورة دي بكلمة في التليفون قال لها شايفة أسعار اللحمة عاملة إيه قالتلي هو أنت لسه بتشتري اللحمة البلدي قلت لها إيه ده هو في لحمة تانية قالتلي ومال لحمة الهايبر ده واقف عليها أكابر وبهوات وبيشتروا منها بالطوابير قلت لها لحمة في الهايبر ما كدبتش خبر وروح وحطيلك اللحمة من هنا زي ما أنت شايفة كده تتكور على نفسها وتكش وبقتش عارفة عامل فيها إيه نزلت فعلا فاتحالة ماركت لقيت طوابير عليها لقيت ناس فعلا مش محتاجة ووقفة أخدها هي أسعارها على قد الإيد وخيروني عايزة برازيلي ولا عايزة هندي قلت لهم طيب أني أحسن قالوا لي البرازيلي قلت لهم يل هاتوا سعره الكيلو كان بقى يا جماعة الكيلو بـ 240 جنيه 240 جنيه والمفروم بسعر الصحيح بسعر القطع وعندهم طبعا أشكال وأنواع من اللحوم المستوردة تعالي بس كده نشوف إحنا عملنا البفتيج بتاعنا النهاردة إزاي أنا النهاردة عملت أكلة بغض النظر عن نوع اللحمة هي أكلة غالية جدا جدا في المطاعم البفتيج بالمشروم والخضار المشوي أكلة يعني بمبلغ وقدره في المطاعم تعالي بقى كده أنا قطعت البصل شرايح وقطعت كمان الفلفل الألوان لشرايح الفلفل بقى برحتك عايزة تحطي أخضر أحمر أصفر مش عايزة تحطي خالص حاجة ترجعلي كباية شاي كده تزبط دماغنا ما بقدرش أستغر عن الشاي خالص يلا بقى كده معنا المشروم وطبق المشروم برضو كان عليه عرض بل 23 ونص بصي المشروم ما يتغسلش لأنه بيمتص الميا بتاعت الغسيل كل اللي أنا بعمله فوطة مبلولة أو مناديل مطبخ وببتدي أشيل عليه أي طرابة خارجية وبعدين ببتدي أقطعه الشرايح زي كده بصي أنت متعودة مني على الصراحة وأنا هنقلك رأي منتهى الصراحة في اللحمة المستوردة بس يعتبر كده الفرق ما بيلهم حوالي 70 جنيه يعني اللحمة البلدي في حدود 300-350 لحمة الهايبر هتلاقيها بـ 240-250 تعالي بس كده نشتغل الأول في أحلى بكاتب المشروم هبتدي بقى أحط كده معلقتين زبدة كبار بصي بقى الطبق ده في معلقة ملح معلقة فلفلسود ورشة من الجنزبين البودر وهي دي تدبيلة البفتيك اللي هعمله إيه بالمشروم هبتدي بقى أصدم اللحمة كده بصوا شكلها عامل إزاي هي أصلا التجزيعات الدهون اللي فيها دي طلعت عضلات في الآخر يعني إحنا وإحنا بنا كلها في الآخر حاسين إن فيه أرائش كتيرة يعني الدهن مش دهن اللي هو بيسيح لا دهن عضلي فهي الصراحة كانت غريبة وقوام أول مرة أشوفه لإني كنت بحط القطعة البفتيك كده أبصت لقيت أسمة نصين ويعني بقت فتفيت بقت فتفيت بمعنى الكلمة طيب بقيت كل شوية كده أحط من خلطة الملح والفلفل والحبهان اللي أنا عاملها في طبق على جنب كل مقلب أدي رشة هو ده التطعيمة بتاعة حتة البفتيك بصي لو تلاحظي معي عملت كش إزاي بس في حتة والله كانت بعد ما بكش بتفرد يعني ربنا بيهديها وبتفرد تاني لوحدها بصي الله ضعيف حتى والله أنا شفت بعناي ناس مش محتاجة وجيين ياخدوها وبياخدوا منها كميات فقلت أجرب اللحمة المستوردة واخترت مكان موصوق فيه أظن زي فتحلة فتحلة طبعا ماركت مكان موصوق فيه وعليه إشراف على طول من وزارة الصحة غير إيه الأماكن اللي بيبيع اللحوم المستوردة الله أعلم بحلها بصي خلاص أنا لو خدت بالك أنا حطيت زعتر الزعتر بخزينه عندي في أكياس في الفريزر عشان كده لونه مش أخضر قوي بس إيه الدريحة حلوة إيه للحمة بصي أقلب واصدم وبعدين أروح رشة الملح والفلفل وإيه والحبهان اللي أنا عملتهم في الطبق خلاص دي آخر دفع من البفتيك بصي هو ما بقاش بفتيك هو بقى شاورمة يعني هو بقى شاورمة في الآخر بصي بقى هبتدي دلوقتي أنزل بشرايح البصل يا جماعة طريقة عمل البكاتة كده بالزبط سيبك من حتة اللحمة اللي أنا مستخدميها اعملي البكاتة بالطريقة دي هتعجبك قوي بعد ما البصل تشوح شوية نزلت على طول بقرن الفلفل الشرايح وديت كمان رشة من الملح والفلفل والحبهان اللي أنا عملته هشيل بقى الفلفل والبصل كده وهنزل بحتة زبدة والبكاتة طبعا أساسي فيها الزبدة احنا شغالين زبدة مع تشويح اللحمة والخضار نزلت كمان بقطع المشروم رشة برضو من الملح والفلفل تعالي بقى نعمل ألاز صوس للبكاتة هتجربين معايا كده قد كوبايتين من الحليب هحط عليه صوس الدمجلاس وصوس الدمجلاس بتلاقيه في أكياس زي كده أي مركة تفضليها وصوس الدمجلاس لازم يتدوب على البارد قبل ما تضفيه سواء على اللحمة أو على الفراخ لازم تدوبيه سواء في مية أو حتى في حليب وانك تعمل البكاتة بصوس الدمجلاس سدقيني ألازب كتير منما تحطي دقيق وتنزلي بالحليب جربي صوس الدمجلاس هيعجبك جدا نزلت بقى باللحمة نزلت بالبصل والفلفل المتشوحين وهبتدي بقى أقلب مع المشروب عايز أقولك طبعا البفتيك العادي اللي هو باللحمة البلدي في المرحلة دي بيبقى واخد على أقل 3-4 تسوية بس البفتيك المصورة ده لأ عايز تسوية عشان كده غطيته وسبته شوية على النار لإني حاسة اللحمة لسه بتشد حطيت بس كده رشة من البصل البودر بتدي ريحة حلوة إيه للبفتيك للوقتي بقى لما غطيته واستوى معايا لازم تتأكيد إن هو استوى قبل ما تضيفي صوس اللبن مع الدمجلاس كنت شارية برضو منفتحة الله بقى ربنا يسامحهم وبروح ما بنسى نفسي حطيت معلقة من الكريمة اللباني والصراحة سعرها عندهم رخيص جدا بتلاقيها في تلكت الجبن كنت جايبة العلبة دي بت 19 جنيه ونص يعني بتكفيني باخد معلقة على روز بلبن معلقة على كريمة بعملها على بيكاتة زي كده بتدي قوام غني قوي للصوصات وصوص الدمجلاس بقى بتلاقيه مع الغلية بيبتدي يتقل معاكي زي النشا كده يعني مش هتحتاجي تضيفي دقيق ولا نشا لصوص البيكاتة شوحت بقى كده شوية روزة بيض في سامنة وزيت لازم يتشوح كويس كده لغاية ميفلفل لان احنا النهاردة قلنا هنعمل اكل المطاعم اللي هي بيكاتة بالماشروم مع خضار مشوي ان شاء الله جربوا الطبق ده ويعجبكم وكل سنة وان طيبين وبخير بزلت بقى بالماء المغلية وملح وشوية فلفل سود وغطيت على الرز وفي المرحلة دي كنت خلاص قفلت على البيكاتة لما تأكدت ان اللحمة استود خلي بالك اللحمة المستوردة اللي هي البفتيك ده خد مني تسوية اكتر من البفتيك العادي هو بياخد وقت في التسوية عشان كده سويه كويس قبل ما تضيفيه صوس الحليب مع الديمجليس معلقة زبدة حلوة بزلت كده بكوباية بسلة وجزر كانوا مفرزين عندي وكوباية برضو من الدرة الحلوة المفرزة الناس اللي هتسألني الدرة ده انا بجيبه معلب ماركة باسمة اللي هي المشهورة بالملخية دي عندها الخضار بتاعها حلوة قوي بحط بقى ملح فلفل سود على الخضار وبس كده الخضار السوتية اللي بيتقدم في المطاعم ما بيتحطلوش ازيد من معلقة الزبدة والملح والفلفل لسود وبجد طعمه خطير بصي بقى البكاتة بتدت تبان الريحة بتدت تطلع يعني اللهم باركة خطيرة وطبعا انا الاضافات اللي انا بحطها عليها بتخلي طعمها احلى فيعني كمان لو بلحمة بلدي هتكون احلى واحلى يلا بقى نقدم الطبق الشهير بكاتة بالمشروب مع خضار سوتية ويدي الخضار بتاعنا بقى كده خلاص اتشمع في معلقة الزبدة وطعمه تحفه يلا بقى كده نحط البكاتة بتاعتنا الصوص خطير طبعا طعمها جبار جبار بس طبعا لو بلحمة بلدي انا شخصيا بشجع اللحمة البلدي لكن هي طبعا المستورادة دي مقدرش اقول وحشة ناس كتير جدا بتحبها هي بس بتحتاج تسوية اكتر ما فيهاش عرق المسكر بتاع اللحمة البلدي بتاعتنا بس حاجة على قد الايد ومشت لنا الدنيا ربنا يا رب يرزق الجميع من فضله ويهدي كده علينا الجزارين وينزلونا في الاسعار شوية بس الصراحة يا جماعة يعني منكرش انها كانت جميلة جدا والطريقة اللي عملناها بيها تحفة مع الخضار المشوي هي بس زي ما بقولك كده شوفي كلها عضلات فكانت غريبة بالنسبة لي شوية عن البفتيك البلدي اتمنى تكون عجبتك وبحبكم في الله بس انسيش تحطيلي اجمل لايك اعملي متابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد بنزله كان معاك يا شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته